اعزائي طلبة الصف الثالث السنوي اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوى طبعا احنا النهاردة هنتكلم في مادة الهندسة الفراغية طبعا كلكم بدأتوا الهندسة الفراغية متاقرة فهفكركم بالاجزاء اللي خدناها في الهندسة الفراغية قبل ما نبدأ ونستكمل الهندسة الفراغية احنا ما تكلمنا في الهندسة الفراغية كنا تكلمنا على المستوى فالمستوى هنا عشان عين المستوى ضروري فيه يتوفر ثلاث حاجات عندي يا اما هنا ثلاث نقط ليست على استقامة واحدة دي بتعين مستوى مستقيم ونقطة خارجه عنه بتعين مستوى مستقيمين متقاطعين بيعين مستوى دلوقتي برضو بعرفنا حاجة تانية علاقة المستقيم بمستوى طب المستقيم ممكن يقطع المستوى في نقطة يبقى لو المستوى اسمه سين والمستقيم اسمه لام فاقول ان السين تقاطع لام بيبديني مجموعة النقط ألف اللي هي مجموعة نقط تقاطع المستقيم مع المستوى ممكن المستقيم بيشترك مع المستوى في أكتر من نقطة يبقى في الحالة دي يبقى المستقيم محتوى في المستوى يعني لو عندي مستقيم ألف به وعندي مستوى سين يبقى بقول المستوى سين تقاطع المستقيم ألف به يبقى بيديني المستقيم ألف به طيب نقطة تانية لو جدت تقاطع المستقيم ألف به والمستوى سين وطلع فاي يبقى بقول في الحالة دي أن المستقيم بيوازي المستوى سين بعدين عرفنا علاقة المستقيم بمستقيم طب ايه علاقة المستقيم بمستقيم ممكن المستقيم يقبوا متوازين ممكن المستقيم يقبوا متقطعين ممكن المستقيم يقبوا متطابقين يعني بيشتركوا مع بعض في اكتر من نقطة لكن فيه مستقيمين تاني متخالفين يعني ايه مستقيمين متخالفين يعني كل مستقيم بيقع في مستوى في الحالة المستقيمين المتخالفين يقب فيه نقطة مهمة جدا عشان اجيب الزاوية بين مستقيمين المتخالفين باخد نقطة على احد المستقيمين وارسم موازي المستقيم الآخر وبحدد قياس الزاوية لو الزاوية دي تسعين درجة يبقى بقول المستقيمين المتخلفين دولة هنا متعامدين بعد كده اتكلمنا على نظرية واحد وعرفنا نتائج على نظرية واحد وعرفنا إذا قطع مستوى مستويين متوازين فقط التقاطع معهما متوازين برضو نقطة مهمة لو عندي هنا المستويين برضو ما تكلمناش على علاقة المستوى بمستوى واحد يقول لي ممكن المستويين يبقى متوازين يبقى تقاطع المستوى سين وصاد بيسوي فاي يبقى في الحالة دي بقول متوازين ممكن المستويين لو يشتركوا في أكتر من نقطة يبقى بقول إنهم مستويين يعني أكتر من نقطتين بقى يبقى المستويين متطابقين يبقى سين تقاطع ساد بيسوي سين أو صاد أو المستويين بتقطع في خط مستقيم يبقى المستويين تقطعون مستوى وصاد يديني المستقيم مثلا ألف به وعرفنا بعد كده نتائج نظرية واحد وفيها حاجات كتيرة جدا وبرتو الأستاذ عاطف هيسترجع لنا بعض الأفكار ونرحب الأستاذ عاطف نقول له أهلاً بيك أستاذ عاطف أهلاً بيك أستاذ عاطف أهلاً بيك أهلاً بيك أبناء الطلبة طبعاً زي ما الأستاذ مهر قال لنا واصطفات في الكلام وطبعاً زي ما احنا عارفين الجزء اللي فات اللي هو في النظراء في الهندسة الفراغية طبعاً الأستاذ مهر اتكلم فيه وكمان بنكمل إحنا بنقول خدنا اللي هي المجسمات ومن المجسمات خدنا اللي هو المنشور وعرفنا المنشور ده بيسمى اسمه على حسب أضلاع القعدة سواء منشور رباعي أو سلاسي أو خماسي وفيه طبعا منشور قائم وفيه المنشور المائل وبعدين حالات خاصة من المنشور القائم اللي هو خدنا متوازي السطوح متوازي السطوح ده اللي هو برضو منشور رباعي لكن أوجهه عبارة عن متوازية أضلاع لو أنا عندي منشور قائم رباعي فيبقى ممكن أخذ حالة خاصة كمان اللي هي متوازي السطوح المستطيلة أو متوازي المستطيلات متوازي المستطيلات طلعنا منه حالة خاصة كمان لهي المكعب ورجعنا عرفنا أقطار المكعب وأقطار متوازي السطوح المستطيلة قلنا متوازي السطوح له أربع أقطار متوازي المستطيلات أربع أقطار متساوية في الطول وبعدين عرفنا كمان طول القطر في متوازي السطوح المستطيلة لو قلنا عليه أنه لام طيب أبعاد متوازي السطوح المستطيلة إيه هي لو قلنا سين وصاد وعين يبقى لامها يساوي إيه؟ الجزر التربيعي لسين تربيع زائد صاد تربيع زائد عين تربيع ولو مكعب يبقى طول أحرفه كلها متساوية يبقى طول القطر يساوي لام جزر ثلاثة على اعتبر أن طول الضلع اسمه لام أو لو أناسين يبقى سين جزر ثلاثة ده بالنسبة للمكعب بعد كده خدنا نظرية اثنين اللي هي فيها مستقيم بيوازي مستوى وعرفنا إذا كان إيه فيه مستقيم بيوازي مستوى يبقى أي مستوى يحوي هذا المستقيم لما يتقاطع مع المستوى الأول يبقى خطوط التقاطع أو المستقيم ده يكون بيوازي خط التقاطع بعد كده شفنا برضو النتائج عليها وهنكمل النهاردة إن شاء الله المستقيم العمودي على مستوى وإمتى نقول إن فيه مستقيم عمودي على مستوى نبدأ نشوف كده أول حاجة بيقول لي إيه يقال أن المستقيم لام عموديا على المستوى سين الشكل نحن شايفينه ده إذا كان عموديا على كل مستقيم في المستوى يبقى لونا عندي مستقيم لام عموديا على كل مستقيم في المستوى سين يبقى بقول هنا إن المستقيم لام عموديا على المستوى سين جاءت النظرية اللي بعدها طبعا كلمة كل مستقيم دي يعني ممكن يبقى مستقيمين تلاتة عشر مية لا النظرية تلاتة جات بتقول لي إيه المستقيم العمودي على كل من مستقيمين متقاطعين من نقطة التقاطعهما يكون عموديا على مستويهما يبقى معنى كده إن أنا يكفي عندي مستقيمين اتنين متقاطعين من نقطة التقاطع لو أنا أقمت عمود على المستقيمين يبقى عمودي على مستويا طبعا إحنا عارفين زي ما أستاذ مهر قال إن المستوى يتعاني بمستقيمين متقاطعين إيه اللي هما دول برضو في نتائج تانية وراها يعني هنا طب لازم المستقيمين دول يكونوا متقاطعين والعمود من نقطة التقاطع جاء قال لي في النتائج بيقول لي إيه المستقيم العمودي على أي مستقيمين غير متوازين في مستوى يكون عمودي على مستويه طب إزاي بقى الكلام ده لو أنا عندي أي مستقيمين مستقيمين متقاطعين أو غير متقاطعين لو أنا عندي كده غير بس ممش متوازين وفي مستقيم عمودي على المستقيمين دول وليكن كده ده مستقيم لام عمودي على المستقيم ميم وعمود على المستقيم نون يبقى المستقيم لا مع عمودي على المستوى اللي بيجمعهم اللي هو لو أنا قلت المستوى سين يبقى كده المستقيم ده عمودي على مستوى يبقى تاني لو أنت حبيت تثبت أن فيه مستقيم عمودي على مستوى بتحتاج إيه احتاج أن أثبت المستقيم ده عمودي على أي مستقيمين بس بهم يكونوا غير متوازين طب في نتيجة تانية بيقول لي إيه جميع المستقيمات العمودية على مستقيم معلوم من نقطة واحدة عليه تقع في مستوى واحد المستوى ده ايه عمودي على المستقيم المعلوم عند هذه النقطة طب نشوف الكلام ده ونفهمه ازاي لو انا عندي مستقيم جميع المستقيمات عمودي عليه ادي مستقيمه في عندي عدة مستقيمات عمودي عليه ادي مستقيم اول هنا كده وفي مستقيم تاني كده عمودي عليه وفي مستقيم ثالث كده يبقى المستقيم ده المستوى المستقيمات التلاتة اللي عندي دي بتكون مستوى طبعا كلها بتتقاطع عند نقطة اسمها ألف يبقى هنا المستقيمات دي بتكون مستوى المستوى ده بيكون عمودي على المستقيم المعلوم أو ممكن نعكسها يبقى أقول المستقيم عمودي على المستوى اللي بيحوي هذه المستقيمات طب ما هي نفس الكلام اللي اتقال قبل كده لكن هنا قال لك ايه ان انا عندي عدة مستقيمات او جميع المستقيمات العمودية تاني في نتيجة بيقول لي يوجد مستوى واحد وواحد فقط عمودي على المستقيم معلوم من نقطة عليه يعني مثلا لو انا حبيت ارسم ادي مستقيمه وحبيت ارسم مستوى عمودي عليه المستوى ده انا ارسمه عمودي من عند النقطة دي يبقى مثلا كده وبعدين المستقيم بيتقطع معه في نقطة هنا اسمها الف لو انت حبيت ترسم مستوى تاني عمودي على نفس المستقيم هنا عمودي مستوى تاني عمودي على نفس المستقيم من نفس النقطة لازم ينطبق على المستوى سين ده يبقى المستويين منطبقين أو متطابقين يبقى هنا يوجد مستوى واحد فقط وواحد فقط عمودي على مستقيم معلوم من نقطة عليه في نتائج تانية بيقول لي المستقيمان العموديان على مستوى واحد متوازيان تاني المستقيمان العموديان على مستوى واحد متوازيان خد بالك المعلومة دي في ساعات بتجيلي بلفظ تاني هنا بقول لي المستقيمان العموديان طيب أنا عندي مستوى كده مثلا زي المستوى سين وفي مستقيم عمودي عليه هنا اسمه لان وفي مستقيم تاني عمودي هنا اسمه مستقيم ميم المستقيمان دول عموديان على المستوى واحد اللي هو سين يبقى إذن لم يوازي ميم لا ده ساعات يجي يقول لي ايه اكمل جميع المستقيمات الرأسية تكون نقط طبعا مستقيمات رأسية اللي هي كده طبعا دي كلها رأسية بتكون مالها هقول له تكون متوازية ليه لانها لو المستقيمات دي كان واحد منهم عمودي على مستوى يبقى جميع المستقيمات هي كمان عمودي على نفس المستوى يبقى المستقيمات دي مالها متوازية لكن ممكن يعكسها لك يقول لي طيب برضو اختار جميع المستقيمات او اوضاع علامة صح وغلط جميع المستقيمات الافقية تكون متوازية طبعا كده مستقيمات يجمعها مستوى واحد هتبقى عاملة ازاي كده ادي مستقيم ودي مستقيم تاني مستقيمين دول افقيين يجمعهم مستوى واحد افقي لواسيين هل دول كده لازم يكونوا او شرط ان هم عشان افقيان يبقوا متوازيان لا مش شرط ممكن يكونوا متوازيان وممكن يكونوا متقطعة لكن عشان هو يجيب لي ان هو جميع المستقيمات الافقية متوازية مدام حصرها كده وحدد هقول له طبعا الجملة غلط لكن لو قال لي المستقيمات الرأسية يبقى هقول له العبارة صح ليه لانها كلها عمودية على مستقيم مستوى واحد اللي هو مين المستوى الافقي طيب نشوف تاني نمرة ستة بيقول لي ايه اذا كان مستقيم عموديا على احد مستويين متوازيين فانه يكون عموديا على المستوى الاخر نفس الجملة اللي احنا كنا بلقولها على المستقيمات لو انا عندي مستقيم عمودي على احد مستقيمين غير كلمة مستويين اذا كان المستقيم عموديا على احد مستقيمين متوازيين فانه يكون عموديا على المستقيم الاخر نفس الكلام منطبق على المستويات يبقى اذا كان مستقيم عموديا على احد مستويين متوازيين يبقى عموديا على المستوى الاخر نبدأ نشوف كده بقى المثال بيقول لي هنا ايه في الشكل المرسوم ده اه يثبت ان الف جيم عمود على المستوى ميم طب ايه بقى اوصاف الشكل اللي قدامي مسلس الف به جيم قائم الزاوية في الف ادي معلومة الف به يسوي الف ميم ادي معلومة تانية به جيم يسوي ميم جيم ادي المعلومة التالتة عايز يثبت ان الف جيم ده عمودي على المستوى ميم الف بي ميم الف بي نشوف كده تاني استغزم بس كده للمسطرة هنشوف مع بعض طبعا ننمسل المسألة قدامكم عشان تقبع واضحة بالرسم هنرسم تانية مسألة اوه اتعرف ازاي ترسم المسألة مع الوصول زعط ادي المسألة بص معايا كده ادي هنا هو مسلس الف به جيم القائم الزاوية في الف طبعا واحد يجي بص في المسألة هيقول لي طب فين الزاوية القايمة دي مش زاوية قايمة دي منفرجة اللي هي زاوية الف هنا اهي الف به جيم مسلس قائم في الف ده مش قائم لا هو قائم بس احنا بنتكلم في الهندسة الفراغية ما تقولش ان الزاوية دي منفرجة انت تاخد البيانات اللي هو بيقولك عليها لان ده انا مش بقراها او المسألة مش بشوفها من منظور رأسي يعني مش بصص لها من فوق انا بص لها بجنب فمش هتبان بالوضع الطبيعي بتاع طيب تاني تكملة الرسمة اه دي ميم الف اللي هو العمودي او هنا ده ميم الف ما قالش عمودي ده هو عايز يثبت ان الف جيم عمودي بس يمديني بيانات تانية تعال اشوف كده بقى البيانات دي هتخدمني في ايه هنا بيقول لي به جيم يساوي ميم جيم وميم الف يساوي الف به والزاوية دي قايمة اسبت ان الف جيم عمودي على المستوى ميم الف بي البرهان لسا يلي من شوية امتى المستقيم يكون عمودي على مستوى لو انا عرفت اطلع عن المستقيم ده عمودي على مستقيمين في المستوى متقاطعين غير متوازين طيب انا عندي الاول هو بيخصص الف جيم تعال انحدد كده الف جيم اهو يبقى انا كلامي دلوقتي على الف جيم ده عايزه يكون عمودي على المستوى ميم الف بي اهو يبقى انت عايز تعمل ايه طلع لي المستقيم ميم جيم اه الف جيم ده عمودي على المستقيمين في المستوى ده طيب مين هي مستقيمات المستوى عندي ادي الف بيه واحد الف ميم ادي التاني ميم بيه ده التالت هاتلي الف جيم بقى عمودي على اي اتنين هنا طيب انا سامى حد بيقول لي ايه طب ما هو الف جيم عمودي على بيهه الف صح كده طيب هقول له هنا كده الف جيم عمودي على الف بيه ادي رقم واحد طب تقدر تجيب عمودي على حاجة تانية تقدر تجيبه عمودي على ميم الف لو قدرت يبقى كده خلصت طب ما عنديش معلومة لكن عندي معلومة تانية ايه علامات التساوي دي استفاد بيها ايه طب ما تيجي نطبق المسلسين الف بيه جيم والف ميم جيم هقول له مسلسين الف بيه جيم والف ميم جيم فيه هما نمر واحد عندي الف بيه سوى الف ميم اهو ايه كمان عندي به جيم بيساوي ميم جيم نمر اتنين به جيم يساوي ميم جيم شرط التالت عندي قياس طب انت عندك هنا عندي هنا كده الف جيم ده مشترك الف جيم ده ايه مشترك بين المسلسين تمام كده احنا بنطبق المسلسين مين الف به جيم اللي هو اللي تحت ده والف ميم جيم عندك الف جيم مشترك يبقى كده المسلسين ما لهم منطبقين او متطبقين اذا مسلس الف بهجيم يطابق مسلس الف ميم جيم اذا ينتج ايه ان قياس زوية ميم الف جيم هتسوي قياس زوية به الف جيم يعني بتسوي كم درجة تسعين درجة يعني ينتج كده ايه ان عندي هنا الف جيم يبقى عمودي على ميم الف اذا الف جيم عمودي على الف ميم كده عندي الف جيم اهو ادي معلومة تانية هي الاولى الف جيم عمودي على الف ب وطلع الف جيم عمودي على الف ميم اذا الف جيم عمودي على مستويهم اللي هو المستوى اللي بيجمع المستقيمين اروح كاتب له كده في الاخر اذا الف جيم عمودي على المستوى اللي هو الف ب ميم وكده سبتنا المسألة هنقدر نحل حل تاني يا أصدر عاطف فيه طالب هيفكر ويقول لي إيه علش نخلي المسألة قدامنا دلوقتي عندي المسلس اللي هو مدهولي قائم الزاوية عندي المسلس اللي هو به ألف جيم ده مسلس قائم الزاوية يبقى عندي هنا ألف جيم تربيع بتساوي به جيم تربيع نقص به ألف تربيع ماشي يا أصدر عاطف تمام هستبدل الأضلاع المتساوية هشيل به جيم وحط بدلها ميم جيم وهشيل اللي هو ألف جيم ألف ميم وحطها بدل الضلع الثاني ألف جيم يعني عكسة نظرية فيه سورس يعني فيه طالب هيفكر التفكير الثاني ده عكسة نظرية فيه سورس يعني بس هو طبعا إيه إحنا بالنسبة لنا عشان العلامات التساوي دي اللي واضحة قدامهم وديك يمكن اللي هي درجة كتير أول لكن الحل التاني ممكن يقول مثلا هنا أنا عندي المسلس ألف به جيم زي ما أستاذ مهر بيقول كده هقول ألف جيم تربيع بيساوي به جيم تربيع ناقص ألف به تربيع على اعتبار أن أنا عندي هنا لو بصينا في الشكل كده ألف جيم ده عبارة عن ضلع من أضلع القيمة بيساوي مربع الوطر ناقص مربع الضلع الثاني يبقى مربع الضلع ده بيساوي الفرق بين مربعين الضلعين الآخرين هنستبدل أضلع دي هقول له طيب أنا عندي به جيم كان بيساوي ميم جيم وألف بي بيسوي ألف ميم استبدل يبقى ألف جيم تربيع هيساوي بدل دي هحط ميم جيم يبقى ميم جيم تربيع زائد بدل ألف دي هحط ألف ميم تربيع ناقص يبقى كده فعلا عندي ده عكس نظرية فيسا غرص يبقى أنا كده فعلا سبت المسلس قائم ومنه بكمل برضو هقول النزاوي دي قائمة يبقى ألف جيم عمودي على ألف ميم وبالتالي يبقى ألف جيم عمودي على المستقيم في المستوى يبقى عمودي على المستوى نشوف مثال تاني في مسألة هنا برضو بيقول لي مثال التاني هنا سين وصاد وعين ثلاث نقط على دائرة مركزها ميم رسم ميم ألف عمودي على مستوى الدائرة اسبت أن ألف سين يسوي ألف صاد يسوي ألف عين طبعا الرسمة دي مسألة دي غير المسألة دي عشان بس واحدش بص تحت تاني المسألة هي سين وصاد وعين ثلاث نقط على دائرة مركزها ميم يبقى أنا هرسم دائرة مركزها ميم وخد بالك برضو في رسم الدائرة في الهندسة الفراغية ممكن مرسمهاش دائرة برسمها شكل بيضاوي كده ده شكل الدائرة وبعدين أدي مركزها ميم وعندي سين وصاد وعين ثلاث نقط على الدائرة أدي سين صاد عين ثلاث نقط على الدائرة رسم ميم ألف عمودي على مستوى الدائرة أدي ميم ألف العمودي سبلوم تاني ميم ألف عمودي على مستوى الدائرة عايزي سبت إيه؟ عايزي سبت أن ألف سين يساوي ألف صاد يساوي ألف عين عايزي نسبت أن الثلاث أوطار دي متساوية طيب الحل إيه؟ أنا عندي خد بالك أن أنا ألف ميم عمودي على مستوى الدائرة يبقى لو أنا وصلت كل من ميم سين كده الأول هينشأ مسلس قائم الزاوية هتقول لي ليه؟ ألف ميم عمودي على مستوى الدائرة يبقى عمودي على أي مستقيم فيها يبقى عمودي على ميم سين فأقول له هنا كده ألف ميم عمودي على مستوى الدائرة إذن ألف ميم عمودي على ميم سين يبقى مسلس ألف ميم سين مسلس نوع إيه إذن مسلس ألف ميم سين قائم الزاوية في ميم طيب ميم سين هنا ده بيسمى إيه نصف قطر ماشي لو أنا وصلت ميم صاد هتلاحظ إيه طيب ما هو ميم صاد نصف قطر هيساوي ميم سين تمام كده وعندك برضو لو وصلنا ميم عين هيبقى هو كمان نصف قطر أهو يبقى عندك هنا لو أنا مسكت المسلس ألف ميم سين قائم الزاوية هقوله بالمثل مسلس ألف ميم صاد قائم الزاوية في ميم ومسلس ألف ميم عين قائم الزاوية في ميم نفس الفكرة بقى اللي احنا إلينا من شوية اللي هي عكس نظرية في سورس اللي احنا قلناها في المسألة اللي فاتت اللي هي إيه أنا عندي هنا في المسلس الأول ألف ميم سين ألف سين هيساوي إيه هقوله فيه مسلس ألف ميم سين ألف سين تربيع هيساوي ألف ميم تربيع زائد ميم صاد تربيع أدي رقم واحد طيب وانا عندي هنا أصلا احنا عالين من شوية ميم صاد بيساوي ميم سين ميم عين بيساوي ميم سين ميم صاد بيساوي ميم عين كلهم بيساوي ميم سين إذن ممكن أعمل إيه؟ يبقى ألف سين تربيع بدلها أحط ألف صاد يبقى ألف صاد تربيع هيساوي إيه؟ عندي هنا أو ممكن تقولي طيب أنا بدل ما أجيب ألف صاد طب ما نستبدأ بدول هنا هي هي لو أنت قلت لي ألف صاد تربيع هيساوي ألف ميم تربيع زائد ميم صاد تربيع الثالثة ألف عين تربيع هيساوي ألف ميم تربيع زائد ميم عين تربيع قارن كده بين واحد واثنين وثلاثة هتلاحظ ألف ميم متكرر ماشي ميم صاد هنا ميم سين وميم صاد وميم عين الثلاثة دول مالهم أنا لسه إليك هم متساويين يبقى فعلا الأطراف الثلاثة مالها متساوية وبالتالي يبقى ألف صاد تربيع هيساوي ألف صاد تربيع هكتبله كده ألف صاد تربيع هيساوي ألف صاد تربيع يساوي ألف عين تربيع بأخذ الجزر التربيع طبعا دي أطوال هينتجن ألف صاد يساوي ألف صاد يساوي ألف عين وكان ده المطلوب بتاعنا ماشي برضو هنقول فكرة تانية حبيت تقولها برضو تانية هستأذنك حبيت تقولها برضو عن طريق التشابه زي المسألة اللي فاتت برضو هتطلع التطابق أو تطابق المثلسات يبقى احنا كده ممكن أجيبها عن طريق التطابق ممكن أجيبها عن طريق نظرية فيساورس عكس نظرية فيساورس أو دي نظرية فيساورس يبقى أنت كده ممكن تعملها بالتطابق ممكن تعملها ايه بنظرية فيساورس المسألتين لكن الشكل مختلف يعني هنا ممكن أطبق المثلسات التلاتة بدلعين والزاوية المحصورة طبعا عندي فيه ضلع منهم نصف قطر والضلع التاني دلع مشترك في الثلاث مسلسات والزاوية المحصورة بين كل هنا دلعين بتكون تسعين درجة يبقى بطبع الثلاث مسلسات بدلعين والزاوية المحصورة يبقى بستنتج أوطار المسلسات التلاتة بتكون متساوية برضو دي فكرة تانية ماشي نشوف المثال التاني بيقول لي هنا في الشكل المرسوم طبعا مديني مستويين سين وصاد متقاطعان في ههدال وبعدين قال لي ان فيه مستقيم اسمه عمود على المستوى سين مستقيم الف جيم عمودي على المستوى سين عايز يثبت ان به جيم اللي هو القطع الوصلة بين نقطتين التعامل دول عمودي على دلعين عايز يثبت ان به جيم عمودي على مين دلعين مستقيمين طبعا دول كده مش في مستوى واحد بس عايز يثبت ان هم متعمدين طب احنا لسه قيلين برضو من شوية وخد بالك ان برضو في الحلقة اللي فاتت في الهندسة الفراغية قلتلك ايه قلتلك انت عشان تثبت إن مستقيم عمودي على مستوى أو مستقيم عمودي على مستقيم فهمت إزاي لازم تاخد بالك من نتائج اللي احنا قلناها مرة اللي فاتت كنا كتبنا حوالي خمس نتائج وكل مسألة بحلها برجع التاني لنتائج اللي انا كتبتها وقل لك خد بالك النتيجة دي بنستخدمها طب هنا في نتيجة قلناها من شوية هتثبت للمطلوب ده أنا عايز بهجي عمودي على دله إمتى يكون مستقيمين دول متعمدين مش لسه إيلين دلوقتي من شوية إذا كان المستقيم عمودي على مستوى فإنه عمودي على أي مستقيم أو على كل مستقيم في المستوى طب ما تحاول تثبت لي أن دلهيه ده عمودي على المستوى ألف بهجيم لو قدرت تثبت أن دلهيه عمودي على المستوى ألف بهجيم إذن هيبقى دلهيه عمودي على بهجيم طب أثبتها إزاي تعالي شوف كده ألف جيم عمودي على المستوى صاد طيب ألف جيم عمودي على المستوى صاد يبقى ايه عمودي على كل مستقيم فيه اذا الف جيم عمودي على مين دا الهي طيب نشوف كده برضو الشكل هنا كده نرسمها بسرعة كده عشان الحل بتاعنا يبقى قدامنا ادي مستويين متقاطعين و ادي المستقيم العمودي هنا مستقيم عمودي هنا و ادي خط التقاطع اللي هو اللي انا عايزه بهجيم و ادي هيه دال الشكل طبعا التاني كان كده و ادي نقطة الف صاد سين تعال اشوف بقى كده انا عندي هنا الف جيم عمودي على المستوى سين عمودي على المستوى صاد اذا الف جيم هيبقى عمودي على كل مستقيم فيه يعني عمودي على مين على هيه دال طب ممكن تعكس للجملة دي ماشي يبقى هيه دال عمودي على الف جيم ادي رقم واحد التانية الف ب عمودي على المستوى صاد مستوى لتحت السين معلش ياسف المستوى سين اذا ألف بي عمودي على كل مستقيم فيه يبقى عمودي على ههدال برضو نعكس يبقى ههدال عمودي على ألف بي ادي رقم اتنين من واحد واثنين ملاحظ ايه ههدال عمودي على ألف جيم ههدال عمودي على ألف بي اذا ههدال عمودي على مستقيمين متقاطعين في نقطة ألف يبقى عمودي على المستوى ألف بيهجيم وبالتالي يبقى عمودي على اي مستقيم فيه اذا هيهدال هيبقى عمودي على بهجيم او ممكن اقولها ان بهجيم عمودي على هيهدال يبقى انا كده عندي عشان تثبت مستقيم عمودي على مستقيم حاول تثبت الاول مستقيم ده عمودي على المستوى اللي بيحوي هذا المستقيم وبعد كده تبقى ايه تجيب عمودي على المستقيم التاني في حل تاني لا دي من اهم التمرين اللي بتقابلنا في الامتحان التمرين اللي شفنا دلوقتي ده قدامنا ممكن يجي أنت ترسمه فخلي بالك من طريقة الرسم اللي هي كان برسوم بها التمرين لأن ده التمرين باستمرار بيتكرر في الامتحانات كتير فنركز على شكل اللي هو إحنا شفناه قدام ممكن نكتب لهم نص المسألة ممكن هو يرسمه ما أنا بقول للطالب يرسمه يعني هو بدل ما يقول لي في الشكل المقابل هيقول لي إيه سين وصد مستويان متقاطعان في ههدال وألف نقطة خارجة عنهما رسم ألف به عمودي على المستوى سين وألف جيم عمودي على المستوى صاد إثبت أن ويرحم الديني بقى المطلوب إن إيه به جيم عمودي على دال هي طبعا لما تيجي أنت تشوفها سين وصد مستويان متقاطعان في هه ودال مستويان طبعا لا يمكن أن يكونوا مستويان لهم اسمين مختلفين ومنطبقين أكيد طبعا متقاطعان تروحين تلسم بقى كده قد المستويان متقاطعان ده متوازي أضلاع أي ضلع من أضلاع الأربعة هو خط تقاطع مع المستوى الثاني حبيت ترسمه النحية دي ماشي هنا ماشي هنا زي ما أنت عايز فاحنا بنرسم نحيا دي كده أدي المستوى الثاني هو كده أدي سين وأدي صاد طيب متقاطعين في مين في هه دال أدي دال هي في نقطة خارجة اسمها ألف رسم منها عمودي على المستوى سين أهو عمودي هنا بيقطعوا في بيه وألف جيم عمودي على المستوى سين أهو يقطعوا في جيم إثبت أن بيه جيم عمودي على دال هي ده الشكل اللي على دال لو أنت عايز المسألة كانت جاية نصا وأنت بترسمها ولو جات لي مرسومة كده خلاص زي ما شفناها مثال تاني بيقول لي إيه مين ألف به جيم هرم سلاسي فيه مين به يساوي ألف بيه طبعا برضو المسألة جاية مش مرسومة هي وإحنا رسمينها ونرسمها تاني قدامك عشان تشوف بتترسم إزاي مين ألف به جيم هرم سلاسي طبعا إحنا قلنا قبل كده في كلمة هرم سلاسي أو رباعي دايما النقطة الأولى بتبقى هي رأس الهرم يبقى اللي بعد كده حرف اللي بعد كده بتكون القعدة إذا كانت تلاتة يبقى سلاسي أرباعي يبقى رباعي وهكذا طيب مين به يساوي ألف بيه ومين جيم يساوي ألف جيم ومين به عمودي على به جيم وده المنتصف مين به إثبت أنه ده وده طب نشوف كده واحدة واحدة مين ألف به جيم هرم سلاسي مين ألف به جيم هرم سلاسي هتقولي لا أنا عايزة تشوفه ترسم قدامي تاني نرسم كده واحدة واحدة الهرم لما تيجي ترسم كده وإحنا اتفقنا ما يجيش يقولي مسلس قائم يبقى لازم أرسم مسلس قائم متساوي الساقين متساوي الساقين لا أنا بحط البيانات على رسم مناسب عشان يطلع لي شكل إيه بمنظور سليم أدي مسلسة هو اللي هو القاعدة اللي ألف به جيم رأس الهرم فين بنيجي عند نقطة به دي نبعد كده شوية ماشي 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 ألو ألو عبير ألو أيو أيو عبير أهلا بيك عبير إزايك عبير الحمد لله عندك سؤالة عبيرة عندنا أهو عند السؤال بس على الدرس اللي فات على الدرس اللي فات في الهندسة الفرغية أه طب بتفضل يقول يا عبير إيه السؤال هو كان سؤال على نظرية تاريس بيقول ميم ألف به جيم دال على مهلك عليا ميم ألف به جيم دال جيم دال هرم رباعي هرم رباعي قاعدته قاعدته ألف به جيم دال ألف به جيم دال شبه منحرف شبه منحرف فيه ألف به عمودي على دال جيم على مهلك بقى فيه إيه ألف به يوازي دال جيم فيه الف دال يوازي الف بيه يوازي دالجيم الف بيه يوازي دالجيم ايوه يا عبيد اوجد خط تقاطع المستويين عايزة اوجد خط تقاطع المستويين اوجد خط حلناها قبل كده دي عبيد خط تقاطع المستويين ميم الف دال ميم الف دال وميم بهجيم وميم بهجيم وكذلك خط تقاطع المستويين ميم الف دال ميم الف بيه اه وميم دالجيم. وميم دالجيم. مع تفسير الحل. ماشي. حاجة تانية عبير? لا شكرا. ماشي عبير. عبير. تشتلك معنا في الحل يا عبير? اه. عبير. طيب. ماشي. الو. ايبا. ازاكي عبير. الحمد لله. انت شفت الحل اللي فاتت في الفراغية? لا. طيب ماشي. انا طبعا المسألة تتحلت بالنص المرة اللي فاتت وفسرناها. لكن طبعا ايه? يعني هرسم هالك تاني ووري هالك ونشوف الحل بتاعها ازاي بس. تشاركي معي. ماشي حبيب. الف به جيم. احنا حتى ساعتها قلتلك الشبه المحرف ده ممكن ارسمه بشكلين. رسمناها مرتين. فانا هرسم هالك برضو تاني. ميم الف به جيم ده الهارم رباعي قاعدة وشبه منحرف. فانا هرسم شبه منحرف عشان الحتة اللي هي بس تبقى واضحة. اللي هو شبه منحرف عمله كده. خدت بالك ازاي? القعدة الصغرى هنا. قعدة الكبرى كده. طيب. طبعا خواص اه. اللي هي? اه دلعان متوازيين. كل دلعان متقابلين متوازيين. كل? لا لا. دلعان اللي هو دلع طريق. هو شكل رباعي. فيه ضلعان متقابلين متوازيين. اه. مين هم هنا اسمهم الف ب ودال جيم. يبقى هسميه الف ب ودال جيم دال. عندي طبعا ده بيوازيهم. طب فين رأس الهرم? اللي هو نقطة ميم هرسمها هنا. ميم? نوصل بقى كده الرؤوس الاربعة. ادي كده واحد. هنا. وخدي بالك بقى عشان انا عايز اعمل حاجة انت ايه? يعني تحاول انت تستنتجي الحتة اللي هو في الاخر اللي هو بتاع التفسير الحل دي. هم. ادي الهرم. ادي ميمة هي. ها? شايفة كده واضح قدانك? هم. عايز نقطة خط تقاطع المستويين. ميم الف دال. ميم الف دال اللي هو اللي هم. هنظلله كده. شايفة? اه. وميم بهجيم اللي هو اللي قدام ده. هنعمله كده. هم? شفت ده? اه. طيب ماشي. انا عندي الوقت كده. المستويين دول بيشتركوا في ايه? في نقطة ميم. جميل. يبقى المفروض ان خط التقاطع هيعمل ايه? هيمر في نقطة ميم. هم. طيب انا عندي هنا. لو انا جيت قلت لك المستوى ميم بهجيم. مش ده? مجموعة جزئية من المستوى لو انا مديت بهجيم كده شوية. كده هو. زي ما انا عايز كده. هم. وصلته بميم. مش ده تاني ميم الف دال. مش برضو ده جزء من المستوى. لو انا مديت الف دال. كده. وهوصل بنقطة ميم كده. هم. صح? ده. طيب تعالي بصي بقى كده. انا رسمت الوقت بهجيم. ورسمت الف دال شعاعين. اتقطع في نقطة اسمها هي. المستوى ميم بهجيم جزء من المستوى ميم به هي. هم. طيب بتقول اي التانية بقى انت? هم. يعني المستوى ميم الف دال جزء من الها هه. جزء من المستوى ميم الف ميم الف دال. ميم هي جزء من المستوى ميم الف دال. تمام. طب المستويين دول مشتركين في كم نقطة? نقطتين ميم وهي. يبقى خط التقاطع مين? ميم ها. ادي واحدة. انت اللي جبتها هو. ميم. طيب ادي واحدة. التانية. Wow. عايزين بقى خط تقاطع المستويين ميم ألف ب وميم دال جيم ميم ألف ب اللي هو في الظهر هنا وميم دال جيم هنا دول بيجمعهم أو كل مستوى فيهم مشترك أو بيحوي مستقيم والمستقيمين ما لهم متوازيان في نتيجة لو تفتكري يا عبير كنا بنقول إيه لو أنا عندي مستويان إذا رسم المستويان ومرة بكل من هم المستقي ومرة بكل من هم مستقيم والمستقيمين متوازيان والمستويين اتقطعوا إيه اللي بيحصل أو لهلك تاني خذي بالك أنا عندي هنا هنمثلها بالورقة معايا؟ طيب بص يا حبي هذه مستويينهم متقطعان عند مستقيمين متوازيين أهم شايفاهم الألمين دول؟ أه مستقيمين متوازيين ومرة بكل من هم مستوى ده نص النتيجة مستقيمين متوازيين ومرة بكل من هم مستويين وتقاطع المستويان نستنتج إيه؟ أنا هو بيوازي خط التقاطع همه مرافو عليك يوازي خط التقاطع طب تعالي طبق الكلام ده هنا بقى كده ألف بيوازي دالجين طب ألف بيه جزء من المستوى اسمه إيه؟ ألف ب اللي هو ألف ميم بيه آه جزء من المستوى ألف ميم بيه تمام دالجين جزء من المستوى ميم دالجين جميل المستقيمين دول ما لهم؟ آه متوازيين طب والمستوين مشتركين في نقطة يبقى المفروض المستقيمين دول يحصل لهم إيه؟ يبقوا بيوازوا مين؟ خط التقاطع طب خط التقاطع بقى لازم يمر في نقطة ايه? نقطة مين? اروح راسم كده. قادم مستقيمة هو. اللي هو ده. اللي بيمر بنقطة مين? وهيوازي كل من الف به و ايه? ها? عبير. اه. عندك سؤال تاني يا بابا? لا شكرا. اتفاهمت كده? اه. ماشي عبير. شكرا يا عبير. احنا كنا قلنا المسألة. وكنا هنرسمها. بنستكملها اه. اه. بنستكمل بس الرسمة بتاعتنا اللي هي فين الاولانية دي. كان بيقول لي هنا ميم الف به جيم هرم سلاسي. وفي ميم الف ميم به يسوي الف بي. احنا رسمنا الورقة فين بتاعتها اللي هي كانت. ده احنا رسمنا. تعالي شوف بقى كده. واحدة واحدة. انا قلت لك هنا هرسم القاعدة. الف بي جيم. وبعدين نيجي عند نقطة بي. ونبعد كده شوية. وحط رأس الهرم كده فوق اللي هي نقطة ميم. وصل الرؤوس التلاتة. يبقى ميم الف. ميم بي. ميم جيم. طيب المعلومات بتاعت المسألة بيقول ايه بقى؟ بيانات المسألة. اهي. بيقول لي ميم بي يسوي الف بي. ميم بي يسوي الف بي. والبيانات هي. وميم جيم يسوي الف جيم. ميم جيم يسوي الف جيم. وايه كمان؟ ميم بي عمودي على به جيم. ميم بي عمودي على به جيم. يعني الزاوة دي قائمة. تعمل علامة العمودي كده وملكش دعوة. ما تقوليش دي حدا. انت تعمل علامة العمودي. طيب تاني كمان ايه؟ ده المنتصف ده المنتصف ميم الف. ده منتصف ميم الف. حط على نقطة دال. وعلامات التنصيف اللي علامات تساوي كده. بعد كده عايز ايه؟ انا كده رسمت المسألة. اسبت ان الف ميم عمودي على المستوى دال به جيم. الف ميم عمودي على المستوى دال به جيم. نشوف كده فين المستوى ده. ادي نقطة دالة هي. الف ميم اللي هو ده. مستوى دال به جيم. دال به جيم. هوصل. يبقى دي دال به. ودى دال جيم. عايز اسبت ان المستقيم الف ميم عمودي على المستوى. إمتى يكون المستقيم عمودي على مستوى ها إذا كان المستقيم ده عمودي على مستقيمين متقاطعين في المستوى طب المستوى ده البيهجيم اللي هو ده المسلس ده أهو فيه كم ضلع أصلا تلاتة ده البيه ده البيهجيم وبيهجيم طب أنا عايز ألف ميم ده يبقى عمودي عليه يبقى أطلع أنه عمودي على مستقيمين فيه اللي هما ده البيه ده البيه ده البيهجيم بهجيم أي اتنين من التلاتة طب تعال شوف الخلاص بتاعتنا مش لسه بيقول لي به ألف يسوي به جيم أهل علامات تساويه يبقى المسلس ألف به جيم ده نوعي متساوي الساقين طب وانا عندي هنا المسلس ده رأسه به يبقى قاعدته ألف ميم دال في منتصف القاعدة يبقى عندك به دال يبقى عمودي على القاعدة صح كده نكتبها هقوله هنا بما أن به ألف يسوي به ميم إذن مسلس به ألف ميم متساوي الساقين طيب وإيه كمان ودال منتصف ألف ميم إذن به دال هيبقى عمودي على ألف ميم يبقى أنت عندك هنا ألف ميم عمودي على به دال ممكن نعكسها وخليها زي ما هي أدي رقم واحد تعال لنحية التانية في المسلس التاني اللي هو في الظهر ده مسلس ألف جيم ميم بيقول لي ألف جيم بيسوي جيم ميم يبقى برضو مسلس نوع إيه متساوي الساقين رأس المسلس إيه هي جيم وقاعدته ألف ميم هقوله بالمثل مسلس ألف جيم ميم متساوي الساقين و دال منتصف يبقى إذن جيم دال عمودي على ألف ميم آدي رقم اتنين تعالي شوف بقى كده واحد واثنين هتلاقي ألف ميم عندك عمودي على مستقيمين اللي هم به دال وجيم دال في حرف دال مشترك يبقى دول متقاطعين يبقى أقول له هنا من واحد واثنين يبقى ألف ميم عمودي على المستوى اللي بيجمع المستقيمين به دال وجيم وجيم دال يبقى به جيم دال شوف كده ألف ميم عمودي على دال به جيم ألف ميم عمودي على المستوى به جيم دال خلاص قد المطلوب الاول طب كان عايز ايه مطلوب تاني المطلوب التاني هو بهجيم عمودي على المستوى ميم الف ب بهجيم عمودي على المستوى ميم الف ب نشوفهم فين هما بهجيم اللي هو ده عمودي على المستوى ميم الف ب ميم الف ب شايف كده مستقيم بهجيمة هو أنا عايزه عمودي على المستوى ده طيب نفس الفكرة إمتى بهجيم يكون عمودي على المستوى إذا كان عمودي على إيه مستقيمين متقاطعين فيه طيب ياريت كده حد يكون عايز يشارك معنا ويقول بهجيم عمودي على المستوى هنا طيب أنت عندك بهجيم مش هنا بهجيم عمودي على مين به ده هو اللي قايل في المعطيات إن أنا عندي مين به عمودي على بهجيم إحنا رس مين هاي؟ يبقى الزودي قائمة يبقى بهجيم عمودي على مين به أدي واحد طيب بهجيم عمودي على إيه كمان؟ يطره هو عمودي على ألف به؟ لا وما العمودي على مين؟ أنت مش لسه جايب دلوقتي إن ألف مين عمودي على المستوى بهجيم دال طيب مش أنت عندك بهجيم دال ده المستوى ده مش بهجيم ده جزء منه يبقى ألف مين عمودي على بهجيم هروح كاتب له هنا كده إذن ألف ميم عمودي على بهجيم اللي هو جزء من المستوى حسب النتيجة إذا كان مستقيم عمودي على مستوى يبقى عمودي على كل مستقيم في المستوى طب أدي معلومة جبتها وكمان معلومة هو مدهالي هروح أقيل له بقى إيه بهجيم عمودي على ميم به معطيات بهجيم عمودي على ألف ميم إثباتاً يبقى بهجيم عمودي على المستوى اللي بيجمع المستقيمين يبقى بهجيم عمودي على ألف ميم ب نقولها تاني بالكتابة شايفينه هو بهجيم عمودي على ميم ب هقوله بهجيم عمودي على ميم ب دي منين معطى والتانية بهجيم عمودي على ألف ميم إثباتاً نسبتنا لسه إذن بهجيم عمودي على المستوى اللي بيجمع المستقيمين ميم بي هو ألف ميم يبقى ألف ميم ب وده المطلوب التاني اللي هو كان عايزه اي اضافة دي علي اسماني لا طبعا هنا لقطة مهمة جدا نقلب لك منها في الامتحان في حاجات اساسية بالنسبة لك لو مش عارفها مش هتعرف تحيل المسألة ايه الحاجات الاساسية ان فيه مسلس متساوي السقين هنا مديني كان مسلس متساوي للسقين وهنا مسألة لو فرد المسلس الف بهجيم متساوي السقين وده المنتصف هنا بهجيم يبقى على طول بالتالي بستنتج ان الف ده العمودي على بهجيم لو أنا مش ملم بالحاجات دي طبعا هتروح بكرة المسألة طبعا عندي مثلث مستوى السقين استفدت منه إن ألف دال عمودي على القاعدة وبرضو مثلث مستوى السقين التاني اكتشفت إن مرضو جيم مثلا دال عمودي على القاعدة يبقى هنا فعلا فيه مستقيم عمودي على مستقيمين متقاطعين من نقطة التقاطع هما يبقى عمودي على مستويهما يبقى نركز ونعرف الأساسيات الأولية اللي انت خدتها قبل كده في الهندسة المستوية هتخدمك في الهندسة الفراغية بابا نشوف سيد زعاطف مجازينا فكرة تانية طالد سيد زعاطف مثال تاني بيقول لي سين صادعين مسلس حاد الزوايا طب ماشي يا سيد زعاطف هناخد فاصل ونرجع تاني معاكم فاصل قصير كده ونرجع تاني نستكمل الأفكار وإلى اللقاء في بعد الفاصل أعزائي طلبة الصف الثالث سنوي أهلا بكم مرة أخرى وبنستكمل مع بعض مادة الهندسة الفراغية وكنا النهاردة اتكلمنا على نظرية مهمة جدا نظرية الثلاثة اللي هي بتقول لي المستقيم العمودي على مستقيمين متقطعين من نقطة تقاطعهما يكون عموديا على مستويهم نقطة مهمة جدا هنا أي مستقيم عمودي على مستقيمين متقطعين من نقطة تقاطعهم يبقى بثبت بيكون بالتالي عمودي على مستويهما وشفنا المسألة اللي فاتت اللي كان فيها مسلس متسوي السقين واستجنف المسلس المساوي السقيني المستقيم الوصل من الرأس إلى منتصف القاعدة بيكون عمودي عليها هنستكمل برضو ونشوف فكرة تانية مع الأستاذ عاطف ونرحب بيونه أهلا بيك أستاذ عاطف مرة أخرى أهلا بيك أهلا بيك أمنات طلبة نستكمل بعض كده الجزء التاني من الحلقة وبنكمل اللي هو المستقيم العمودي على مستوى قلنا المستقيم عشان يكون عمودي على مستوى لازم يكون عمودي على مستقيمين متقاطعين نقطة بعيدة عن نقطة قاطعة المهم المستقيم يكون عمودي على مستقيمين متقاطعين طيب فيه مثال تاني عندي هنا بقول لي سين صادعين مسلس حد الزوايا سين دال عمودي على المستوى سين صادعين وصاد هي عمودي على سين عين وصاد وهو عمودي على دال عين إثبت أن صاد هي عمودي على المستوى دال سين عين وهي هو عمودي على دال عين طيب الرسمة موجودة معنا الرأس موجودة معنا كده بس برضو هنحاول نشوف المسألة بتترسمت زيتها ماشي يا ستة زعاطي بس هناخد حسام من المن يا حسام اهلا يا حسام اهلا بيك يا حسام وخليك من المن عندك ايه يا حسام سؤال في ايه عند السؤال في التفاضل لا سمعت طب ماشي سناخد سؤال التفاضل ونجربه في التفاضل ماشي تفضل يا حسام ماشي خلي اه في المدنسة الزمنية اه تفضل احسام بيقول لك نفق لمرور القطارات ماشي هو ده السؤال ده السألنا فيه طبعا المرة اللي فاتت بس هنحله يعني ان شاء الله الخميس الجاي نفس السؤال ده السألنا فيه فهنحله لو موجود في النمازج يا حسام مش كده اه موجود في النمازج فعلا هنحله لك خلاص انا عرفت السؤال ما عندكش حاجة تاني في الفرغية لا والله فرغي ليس نبدا تشفيها يعني خلاص انا سؤال ده ان شاء الله يوم الخميس الجاي بإذن الله هنحله لك على طول مباجرة ماشي يا حسام شكرا يا حسام طيب نستكمل بقى المسألة بتاعتنا بيقول لي سين صادعين مسلس حاد الزوايا برضو هنرسم المسألة يعني نقراها ونشوف رسمتها ونشوف ترسم الزي ميل اول خالص سين صادعين مسلس حاد الزوايا برسم مسلس كده وطبعا زي ما تشايفين دايما بحاول ايه لما رسم مسلس القاعدة بتاعت اللي هو الشاك اللي بيطلع هرم يعني بابدأ بالقاعدة بتاعتي كده بعدين اروح لسم ضلعي من هنا كبير والضلع التاني صغير او العكس عشان بس يبقى ايه شكل بتاع المسألة يبان مصبوط كده مسلس اسمه سين صادعين سين صادعين حاد الزوايا طبعا حد شوالي برضو دي منفرجة او قائمة لا هو حاد الزوايا سين دال عمودي على المستوى سين صادعين ببقى في قطع اسمها سين دال عمودي على المستوى ده فبنحاول نخلي سين النحية دي او النحية دي ما جبهاش هنا برضو لرؤية المسألة هرسم القطع العمودي هنا سين دال عمودي على المستوى يبقى عمودي على كل مستقيم فيه وبالتالي يبقى سين دال عمودي على سين عين وسين صاد وصادعين خد بالك من ده لما قولي دال سين عمودي على المستوى يبقى عمودي على كل مستقيم في المستوى كده اتجهز البيانات معك طيب بعد كده بقولي ايه صاد ه عمودي على سين عين صاد ه هنرسم من صاد عمودي على سين عين اهو صاد ه عمودي على سين عين ويه كمان وصاد وو عمودي على دال عين ادي دال عين هوصله ومن نقطة صاد هرسم عمود عليه هعمله كده ادي صاد واو عمودي هنا بعد كده عايز ايه اثبت ان صاد المطلوبه دمرة واحد صاد هي عمودي على المستوى دال سين عين مطلوب التاني ههو عمودي على دال عين شوف البرهان بقى كده يا ترى انا قلت لسه من شوية عشان تثبت ان في مستقيم عمودي على مستوى لازم يكون ايه عمودي على مستقيمين متقطعين فيه طيب فين صاد هي اهو ادي صاد هي نخصصه كده شوية عمودي على المستوى دال سين عين دال سين عين اللي هو المثلث الكبير ده انا عايز صاد هي عمودي عليه يبقى لازم تثبت ان صاد هي عمودي على المستقيمين فيه طيب ماشي دي الاول معطيات انه عمودي هقوله صاد هي عمودي على سين عين ادي رقم واحد عايز صاد هي عمودي على حاجة تانية اي مستقيم تاني في المسلث تعال ارجع وشوف المعلومة اللي انا قلتلك عليها من الاول شو قلتلك دال سين لم يبقى عمودي على مستوى مسلث يبقى عمودي على كل مستقيم فيه اكتبها بما ان دال سين عمودي على المستوى سين صاد عين اذا دال سين هيبقى عمودي على كل مستقيم فيه ومنهم عمودي على صاد هي يبقى عندك هنا كده رقم واحد واثنين صاد هي عمودي على مين سين عين وصدهي عمودي على مين دالسين من واحد واثنين صدهي عمودي على المستوى اللي بيجمع المستقيمين دالسين وسين عين يبقى دالسين عين وفعلا دال مطلوب الأول يبقى أنا كده تاني سبتت أن صدهي عمودي على سين عين الأول صدهي عمودي على دالسين دي جيبتها منين من الأول هو قال لي دال سين عمودي على المستوى المسلس يبقى عمودي على كل مستقيم فيه وبالتالي عمودي على مين صده ده المطلوب الأولاني طب المطلوب الثاني عايزين هيه واو عمودي على دال عين فين هيه واو هوصله اللي هو ده هيه واو اهو عايزينه عمودي على مين على دال عين المطلوب الثاني ده عمودي على ده العين هيهو طيب هيهو وإزاي يجيبه عمودي على ده العين طب ما تعكس المسألة تعكس المطلوب هتقول لي يعني إيه يعني عايز ده العين هو اللي عمودي على هيهو عادي ده العمودي على هيهو طب ليه عكستها عشان أنا عايز أوصل أن ده العين عمودي على المستوى هيهو وصاد لو قدرت تثبت أن ده العين عمودي عن مستوى واو هي صاد يبقى دال عين عمودي على هي واو طيب مدام انت عايز تثبت ان دال عين عمودي على هي واو يبقى نستبعد هي واو من المعطيات يبقى انت عايز دال عين عمودي على صاد هي ادي واحدة وعمودي على صاد واو ادي التانية الله طب ما انت لسه ايل دلوقتي ان صاد هي صاد هي اللي عمودي عن مستوى ده السينعين إذن صاد هي هيبقى عمودي على مين صاد هي ده اللي عمودي على كل ده يبقى عمودي على ده العين تمام كده يبقى ده العين عمودي على صاد هي أدي رقم واحد في المطلوب التان اللي رقم ثلاثة طيب أنا ثبتت كده ده العين عمودي على صاد هي طب ما أنا عندي كمان عندي كمان صاد واو عمودي على ده العين ده هو اللي لاقي لها بما أنه صاد واو عمودي على دال عين إذا يبقى دال عين عمودي على كم حاجة عمودي على اتنين يبقى عمودي على صاد واو وعمودي على مين صاد هي إذن هكتب له كده يبقى دال عين عمودي على المستوى اللي هو صاد هي واو وبالتالي دال عين يبقى عمودي على هي واو وتعكس هالو تجيب المطلوب اللي هو عايزه المطلوب التالي زكى علي أخبارك يا علي الله يخليه. السلامة. اه عندك مشكلة عالي في حاجة? اه اه الهندس. عايز ايه? السؤال في الهندسة. الهندسة الفرغية تفضل يا علي يقول السؤال اللي بتاعك. اثبت انه? ازا تقاطعت? ازا تقاطعت? ازا تقاطعت سلاس مستويات? ازا تقاطعت سلاس مستويات اه? مسنع مسنع. مسنع مسنع ايوان? في ثلاث مستقيمات. في ثلاث مستقيمات ايوان? وتقاطع مستقيمان من هما في نقطة? فان نقطة تقاطع هزين المستقيمين? فان تنتمي الى المستقيم الثالث. تنتمي الى المستقيم الثالث. ايه تاني? مستقيمان متخالفان. مستقيمان متخالفان ايه? وهي نقطة معلومة. وهي نقطة معلومة? لا تنتمي لايهما? لا تنتمي لايهما. اه. والمطلوب رسم مستوي. مطلوب ايه? والمطلوب رسم مستوي يمر بالنقطة ايه? المطلوب رسم المستوى يمر بالنقطة. يمر بالنقطة a he? ويوزي كل من المستقيم umB? مر بالنقطة a he? ويوزي. كل من المستقيم umBee وجيند طا. كلا من المستقيم umBee والمستقيم جيم ده. والمستقيم open tuya tanio علي? ثم يزبط. strangstrom's. ثم يثبت ان المستوى الذي يمر بالنقطة ايه? يثبت ان هزا المستوى الذي يمر بالنقطة ايه? هو مستوى واحيد. هو مستوى واحيد. ماشي هو مستوى واحيد. ايه تاني يا علي? شكرا مشاكري. عندك هسئل حاجاتك ايه. ناشي افض. افض خلاص. اعز تهل حاجة من الاولانية. ايا الفكرة بس طبعا بتاعت الاولى ان ده بيديني هرم. ما هو هرم. اه. هو ده هرم. تلت مستويات تتقطع في نقطة نرسم هالله نرسم له انهم تلت مستويات بيمروا بنقطة تتقطع تلت أعمدة طبعا عندي تلت مستقيمات تلت مستويات تتقطع مسنا مسنا على فكرة مسنا مسنا عشان برضو دي بتقابلنا في مسألة اللي هو ايه ألف ميم وبيه ميم وجم ميم سلسل مستقيمات متعمدة مسنا مسنا دي موجودة في كتاب المدرسة كلمة مسنا مسنا يعني كل اتنين متعامدين مع بعض على كلمنا بقوله لما دي المسألة اللي هو بيقولك عليها دي الأخ علي بيقولي متقاطع سلاس مستويات مسنا مسنا يعني كل مستويين هيتقاطعوا في خط مستقيم طب والمستقيمين دول طبعا في ثلاث مستقيمات لما رسمنا المستقيمين من متقاطعان في نقطة يبقى المستويين متقاطعين في مستقيمين والمستقيمين متقاطعين في نقطة يبقى كده هيديني شكل هرم ده على طول كده يبقى انا هكتب كده هرسم الشكل بتاعي كده هوا لو انا عندي تلات مستويات هسمي ده ألف به جيم ده القاعدة وبعدين فيه مستوى هيمر بألف به ومستوى يمر بألف جيم متقطعان في خط مستقيم والمستوى التاني المستقيم به جيم مع ألف به يتقطع في خط تاني المستقيمين دول هيتقطع في نقطة اهي واهي يبقى ميم اللي هو لو انا سميت النقطة ميم دي ايه هي ميم دي ميم ألف هو خط تقاطع عن مستوى ميم ألف به مع ميم ألف جيم يبقى دول مستويان متقطعان في نقطة اللي هو ميم تاني ميم ألف به وميم ألف جيم مستويان متقطعان في المستقيم ألف به والمستوى ميم به جيم وميم ألف به متقاطعا في ميم به ميم به وميم ألف تقاطعه في نقطة ميم إذن لابد أن نقطة ميم تقع على خط التقاطع الثالث للمستويين لأننا عند المستوى ده مع المستوى اللي وراء هي تقاطع في خط تاني هو بيمر بنقطة التقاطع دي جيب أميم هنا لازم تكون بتنتمي إلى خط التقاطع تقاطع المستويين ماشي دي الأول نية طبعا التانية عشان نرسم مستقيمان متخالفان فالو أنا نرسمت المستقيم زي كده ومستقيم آخر زي كده عايز أرس المستوى فيه هنا نقطة ه 이제 لا تنتمي إلى أي منهما دي مستقيم ودي مستقيم تاني نقطة ه لا تنتمي لأي منهما كده عايز أرس المستوى بيمر بنقطة ه ويوازي كل منهما من ألف ب وجيم دال طب هرسم المستوى ده ازاي بقى لا تعال بص لي كده انا هعمل لك الكلام ده عملي قدامك مستقيمان اهم لو انت بصت لهم قدامك ادي واحد كده والتاني كده طبعا في الكاميرا انت شايفهم متقطعان اهو لكن هم مش متقطعان والدليل بص ايدي بينهم هاي خدت بالك ايدي بتمر بينهم دول مستقيمان متخالفان لما جارس من المستوى يوازي كل منهما انا هفترض ان المستوى ده زي المستوى ده وليكن مستطيل مثلا اي مستوى المستوى ده محدود بمستقيمات افقية ومستقيمات رأسية بحاول اخلي المستوى ده المستقيم ده يوازي المستقيم الافقي وده كمان بيوازيه هتلاقي المستوى عاملة كده طب لو انا عملت المستوى كده هتقول لي ما متوازيان بس هيقطع ده لا بروح عامله كده شوي يبقى انا عندي المستوى ده هيمر بنقطة تقع بين المستقيمين وتوازي كل منهما طب فيه كم مستوى يوازي المستقيمين دول وبيمر بنقطة هي ده احنا قلنا إذا اشترت مستويان في سلس نقط انطبق المستويان طب أنا عندي مستويان هاشتركوا في نقطة والمستويان هيوازوا نفس المستقيمين يبقى المستويان منطبقان ده الشكل بتاعك اللي انت شايفه هتعمله كده طب أنا عايزة اشوفه بقى في الرسمة الرسمة بتاعته هتعملها زي الهرم ده كده ادي المستقيمين المتخالفين الف بي وميم جيم مستقيمين لا يجمع هما مستوى وانا هفترض النقطة اللي اسماه هي اللي يا زيدي هرسم بقى المستوى اللي بيوازي كل منهما تعال اشوف المستوى لما ارسم المستوى انا عايز الخطوط الافقية توازي الف بي ثم عامل كده ادي واحد طب ما فيه واحد تاني طيب اللي هو بيوازي الف به ده طب انا عايزه بيوازي مين طب ثانية عشان بس يتبنئ ايه انا مش اخد دول هرسمها لك تاني عشان دول احنا ده طبعا فيه طريقة معينة انا برسم بها الشكل ده اللي هي ايه برسم المستقيمان عشان تطلعها كده رسمة بتاعتها ايه وهقول لك جبتها ازاي وليه كده شايفت الوقت ان عملت ايه ده وده هما المستقيمان متخالفان اسمهم الف بي وجيم ده ولو انا وصلت الرؤوسي للباقية هيطلع للهرم وصل كده طبعا مستقيمان متخالفان بيعملوا هرم هرسم مستوى بيمر بنقطة اسمها هي ويوازي كل من جيم دال والف ب زي ما قلت لك هرسم اول مستقيم بيوازي جيم دال يبقى كده يبقى ده بيوازي ده عشان اطلع المستوى بيوازي طيب من نقطة هي هرسم مستقيم طبعا النقطة دي هسميها واو هرسم مستقيم بيوازي الف ب هذه الخطوط اللي كنت بقولك عليها هذه واحد كده تعال بقى شوف من هي من نقطة دي اللي هي هسميها مين هرسم مستقيم بيوازي هي واو كده هيقطع مين هيقطع مي ألف دال وصل ده طلع المستوى اللي هو بيمر بنقطة هي ويوازي كل من جيم دال والف ب قادم مستوه لو أنا رسمت مستوى آخر يمر بنقطة هي أنا عايز أثبت هالو هقول له إيه مستوى آخر ده سموسين يرسم مستوى سموساد يمر بنقطة هي ويوازي جيمدال ويوازي ألذب إذن مستويان يكونوا منطبقان لأنه لا يمكن مستويان متوازيان ويشتركوا في نقطة واحدة ويكونوا مختلفان لازم ينطبق المستويان إذن يوجد مستوى وحيد يمر بنقطة هي ويوازي كل من المستقيمين المتخلفي ماشي كده يا علي تماما كده الفكرة كده واضحة والسؤال سهل مخوش مشاكل وهنكمل مع أستاذ عاطف بقية الأسئلة برضو بنركز يعني حاول برضو أنت ترسم مسألك زي ما إحنا رسمناها دلوقتي وإحنا عرضنا الفكرة إزاي يبقى بالتالي حل المسألة دي بين نزالك أصبح سهل بالنسبة للمسألة الأولى والمسألة التانية نستكمل مع أستاذ عاطف بقية الأفكار طيب معلش أنا أستأذنك يا سمهر وبرضو كلمة لابننا العزيز اللي اسمه علي رجاءني يا علي إحنا حللنا مسألة وانت طبعا شفت الهندسة الفراغية البرهان بتاعها بيعتمد على اسلوبك انتا اسلوبك انتا في التعبير والكتابة باستخدام النتائج المتاحة قدامك النتائج اللي انت ايه المفروض انك تكون حافظها لكن يا حبيبي المسائل اللي انت قلتها من النوعية دي ان هي بتعتمد على الحاجات النظر كتير اوي دي والاسبات النظر كتير اوي دي دي يعني معلش مني أنا دي بعيدة شوية مش شوية تلات تلاف شوية كده عن او بنقول تلاتة واربعين شوية عن المتحان فابعد عن المسائل اللي هي فيها ايه اسبات نظر كتير اوي اوي دي كلها ما فياش اي معلومات رقمية خدت بالك نستكمل مع بعض ميم الف به جيم هرم سلاسي ميم الف وميم به وميم جيم متعامدة مسنى مسنى رسم ميم هي عمودي عن مستوى الف به جيم ثم رسم جيم هي كده انا عندي هنا ميم الف به جيم هرم سلاسي ميم الف ميم به ميم جيم متعامدة مسنى مسنى طبعا حرف الميم هنا اللي هو رأس الهرم هو المشترك يعني معنى كده ان الاحرف الجانبية التلاتة متعامدة طب ترسمها ازاي اولا ان الرسمة بتاعتها يمكن في بعض الناس بيرسموها بطريقة ولها رسمة معينة عشان توضح اكتر متعامدة مسنى مسنى لو بصيت لي كده كده مثلا ادي مستقيمات التلاتة هنا مش هتبان نشوفها كده ايه يعني ليش لو سمحت كده ايه معايا هنا برا برا الورقة اه مستقيمات التلاتة كده انت شايفها اهي بين قدامه دي المستقيمات التلاتة اللي هي متعامدة مسنى مسنى بس لو خدت بالك النقطة اللي عندي ايدي دي دي رأس الهرم فلو انا رسمت بالشكل ده هتلاقي ده عمودي هنا اه بس المستوى التالت اللي بيوصل الرؤوس التلاتة دي كده هيبقى قافل عليك ادي واحد نمرة اتنين لما جرسم عمود من نقطة رأس الهرم هنا على القعدة اللي هنا مش هيبان فالحل الامثل ايه انك ترسم التلاتة نقطة دول التلاتة المستقيمات دي كده شفتنا عملت ازاي كده يبقى رأس الهرم فوق والقعدة كده هتقول لي مش هتبان ما هو اكيد طبعا لا يمكن اجيب لك انا تلات زوايا قائمة كده في رسمة في الفراغية بحولها للمستوى فانت بترسم كده والهرم قعدته تبقى تحت دي لو رسمت من هنا عمود هقدر اشوفه ويبقى القعدة بتاعتي دي لها ايه قعدة اللي هي مستوى صفحة الورق وهتحل لها تبقى سهلة طب نرسم بقى كده المستوى ده او الهرم اللي احنا بنقول عليه هرسم برضو زي ما قلنا نفس المعلومات اللي بقولها كل مرة اللي هي ايه الهرم كده هعمل احد الضلعي القعدة كده والتاني العكس صغير وكبير يعني اقصد ودي رأس الهرم بنعمله فوق هنا ادي رأس الهرم اللي هو ميم وصل الحروف التلاتة الاحروف الجانبية ادي ميم الف بي جيم ميم الف عمودي على ميم بي وميم بي عمودي على ميم جيم وميم الف عمودي على ميم جيم ادي معنى كلمة متعمدة مسنا مسنا يبقى الثلاث زوايا عندي هنا قوائم ادي واحدة وآدي التانية والتالتة اللي هي وراء اللي هي دي آدي التالت زوايا المتعمدة أو المستقيمات المتعمدة رسم ميم هي عمودي على المستوى ألف بي جيم طب هرسم عمودي على مستوى القاعدة أهو آدي ميم هي عمودي على مستوى القاعدة وبعدين رسم جيم هي هرسم من جيم إلى هي فقطع ألف بي كده قطع ألف بيه في نقطة اسمها إيه دال يبقى أنت عندك هنا طبعا عمودي يبقى عمودي على أي مستقيم فيه وبالتالي يبقى عمودي على جيم دال إثبت أن المطلوبة هو نشوفه كده قدامنا ميم دال تربيع يساوي دال هي في دال جيم أدي واحد ودال ألف في دال بيه أدي المطلوب الثاني لأ قبل منقل على المطلوب بقى ونشوف الحل أنت الشكل ده بيفكرك بإيه ميم دال تربيع يساوي دال هي في دال جيم أولا كلمة ميم دال تربيع أنا مش بلقيها إلا في المسلس القائم وقانون في سغرس نظريت في سغرس طب نظريت في سغرس يبقى تربيع وتربيع وزائد أو ناقص لكن هنا ضرب يبقى ديه نظريت إيه إقليلس خدت بالك ديه نظريت إقليلس تعال بقى شوف الكلام ده يتحقق إزاي ميم دال تربيع أنا عايز هنا المطلوب ميم دال تربيع يساوي دال ه في دال جيم ادي المطلوب الاول خليني مع الاولان طبعا لو انت خدت ميم دال عمودي او ميم دال ه ميم دال تربيع اللي هو فين اهو نوصله ادي ميم دال اللي احنا عايزينه ميم دال تربيع يساوي دال ه في دال جيم اه طيب الكلام ده يعني معنى كده خد بالك بقى دال هي ودال جيم ودي الرأس ميم يبقى انا حددت النقط بتاعتي ميم ودال وهي جيم يبقى كده يبقى انا شغال في المسلس اللي اسمه ايه يعمل كده مع نفسك كده ميم دال جيم ادي المسلس بتاعنا طب والمسلس ده تعال اشوفه كده ميم دال جيم ده مسلس نوع ايه يا طرى مسلس ده قائم اه بس انا عايز اثبته اللي هو ازاي مش انا عندي جيم ميم عمودي على ميم الف اه وميم جيم اهي معطيت فوق عمودي على ميم ب يبقى ميم جيم عمودي على المستوى الف بميم ميم جيم ده عمودي على المستوى الف بميم كله خدت بالك المستوى ده يبقى عمودي على اي مستقيم فيه اذا ميم جيم عمودي على ميم دال طيب ميم جيم عمودي على ميم دال يبقى مسلس دال ميم جيم قائم في ميم المسلس ده قائم في ميم وعندك ميم هي عمودي على الوطر وميم هي عمودي على الوطر لو ده الجيم خلاص ما كده تحققت نظرة اقليدس اذا ميم دال تربيع هيساوي دال هي في دال جيم لا ده مش كده وبس كمان ده انت ممكن استنتك عاجات تانية ان ميم جيم تربيع بيساوي جيم هي في جيم دال وميم هي تربيع يساوي هي دال في هي جيم كل ده بس تنتجه مسافة ما توصل المسلس دال ميم جيم قائم وميم هي عمودي على الوطر يبقى نستنتك كل ده هو عايز دي بس فانا وصلت له ادي المطلوب الاول طب المطلوب التاني عايز برضو ميم دال تربيع بيساوي المطلوب التاني دال الف في دال بي دال الف في دال بي اه ميم دال تربيع يعني معنى كده عايز المسلس التاني اللي هو الف ميم بيه طب ما انا عندي الف ميم عمودي على ميم بيه اهي كانت بينا في الاول خاص يبقى المسلس ده نوع ايه قائم في ميم وميم دال عمودي على القاعدة خدت بالك طيب عمودي على القاعدة هنا يبقى انت عندك المسلس ده قائم وده عمودي هتقول لي انت جبتها عمودي منين منين جبت النميم دال عمودي على القاعدة فيه هي كده على طول طبعا لا مش احنا قلنا الوقتي ماشي ماشي يا سيد زعطي بس ناخد اتهم من قصوت ايه اتهم عليكم السلام عليكم زيكي اتهم اخبارك ايه اتهم زيكي اتهم عندك سؤال اتهم في الفراغية طبعا اللي كده قول بعلاميه لك معنا كده ونكتبه معك وتفضل اتهم ماشي ماشي يا اتهم عاود تاني الاتصال ماشي يا اتهم عاود تاني الاتصال بيجي مدال مسلس قائم الزاوية وقف طيب نكمل بقى المسألة بتاعتنا وبعدين نستكمل مسألين نستكمل مسألتنا هنا احنا قلنا منين ان الف بيه عمودي على ميم دال طبعا انا عندي هنا ميم جيم عامودي على المستوى الف ميم بيه سبتناها اهي ميم جيم عامودي على المستوى الف ميم بيه على ألف ميم دال يبقى أنا كده طلعت أن ده عمودي هنا والمسلس قائم فوق أقدر أطبع نظرة إقليدس زي اللي فاتت بالضبط وكده المسألة اتحلت شوف مثال تاني ألف به جيم مسلس قائم الزاوية في ب ألف به جيم هو قائم الزاوية في ب ميم لا تنتمي إلى المستوى ألف به جيم يعني ميم نقطة خارجة فإذا كان ميم ألف يساو من به يساو من جيم ميم ألف يساو من به يساو من جيم دال ممتصف به جيم إثبت أن ميم دال عمودي على المستوى ألف به جيم واحدة واحدة كده تاني دي مسألة أدهم عم يرجع لنا بيقول لي تاني ألف به جيم مسلس قائم الزاوية في ب هرسم مسلس قائم الزاوية في بي وزي ما اتفقنا انت بترسم مسلس عادي كده وتحط الزاوية القائمة مثلاً للنحية دي ألف به جيم قائم الزاوية في بي ميم نقطة لا تنتمي إلى المستوى أهي دي نقطة ميم هاوصل بيقول لي إذا كان ميم ألف هو اللي بيقول له المغطياط بتسوي من بي يسوي من جيم ده يسوي ده يسوي ده دال منتصف ألف جيم دال في المنتصف أدي دال اثبت أن ميم دال ميم دال ده ماله عمودي على المستوى ألف به جيم اللي تحت طب عمودي على المستوى ده امتى يبقى عمودي لو كان عمودي على مستقيمين متقاطعين فيه طب تعال حاول كده ونشوف مع بعض أنا عندي الوقت ميم ألف يسوي ميم جيم إثبت أن عشان يبقى المطلوب كله قدامنا ميم دال عمودي على المستوى ألف به جيم البرهان أنا عندي هنا ميم ألف يسوي ميم جيم دال منتصف ألف جيم مسلس متساوي الساقين ودال منتصف القاعدة إذن ميم دال عمودي على ألف جيم أدي رقم واحد ثبت كده أن فيه مستقيم ألف ميم دال عمودي على أحد المستقيم مستقيمات المستوى ألف به جيم طب أنا عايز أثبت أنه هو عمودي كمان على حاجة تانية يا إريتي بقى عمودي على ألف به مثلا أو على به جيم حاجة زي كده طيب المسلس اللي تحت ده قائم الزاوية طب إيه رأيك لو أنا وصلت به دال هينتج إيه قال لأ مش المسلس ده قائم ودال منتصف الوطر في عندي نظرية بتقولي متوسط المسلس القائم الخارج من رأس القائمة بيسوي نصة الوطر يعني به دال هقوله بما أنا مسلس ألف به جيم قائم في به و دال أو به دال متوسط إذن به دال هيسوي نص ألف جيم يعني به دال هيسوي ألف دال وبيسوي دال جيم يبقى ده أخط عليه نفس العلامة طيب ما تمسك بقى المسلسين اللي هم ألف دال ميم و به دال ميم ما اتطبقهم دول مش هو ميديك هنا شروط مسلسين اللي عنده المتسويين وانت طلعت اللي تحت ده بيسوي ده وعندك ميم دال مشترك إذن ده أنا قلت الشروط كلها هم مسلسين اللي هو ألف دال ميم و به دال ميم فيهما واحد ألف دال يسوي به دال اتنين ألف ميم يسوي به ميم تلاتة ألف ميم دال مشترك إذن مسلس ألف ميم دال يطابق المسلس به ميم دال وينتج إيه وينتج أن قياس زوية ألف دال ميم هتسوي قياس زوية به دال ميم بتسوي تسعين درجة يعني عندك هنا يبقى ميم دال عمودي على مين دال به نطبق كده نبعدها شوية يبقى هنا كده أقول له إذن ميم دال عمودي على به دال أدي رقم كام دي رقم واحد ميم دال عمودي لأ أسمي دات مثلا إيه واحد شرطة كده وهنا اتنين وعلى نجمة تانية من واحد واثنين ميم دال عمودي على ألف جيم ميم دال عمودي على به دال ألف جيم وبه دال يبقى ميم دال عمودي على المستوى إذن ميم دال عمودي على المستوى ألف به جيم وده اللي كان مطلوبه هو ميم دال عمودي على المستوى ألف به جيم يبقى أنا كده وصلت إن مستقيم عمودي على المستقيمين متقطعين في المستوى يبقى عمودي على مستويهم طبعا النظرية ثلاثة اللي بتاعت المستقيم العمودي على المستوى النظرية زي ما تشايفين مهمة جدا جدا استخدامتها كتير جدا والأشكال بتاعتها كتير جدا لكن زي ما انتوا شايفين الخواص بتاعة الهندسة المستوية خواصة الهندسة المستوية اللي انت خدتها اللي فاتت دي كلها زي ما انت شايف انا بستخدم نظرة اقليدس نظرة فساورس عكس فساورس مسلس مسلس السقين مسلس القائم والمتوسط الخير من الرأس القايمة مسلس لو تلاتين ستين وضلع الزال مقابل لزاوة تلاتين كل الحاجات دي قطع الوصلة بين المتصف هذا لا ينفي مسلس بتوازل ضلع تلات وساوة نص الحاجات دي ارسمها لهم ونكتبها لهم برضو عشان فيه طلبة كتير لسه بدأ في الفراغية محتاجة لأفكار دي نكتب لهم الاول حاجة في ساورس طيب اول واحدة نظرت في ساورس مسلس قائم الزاوية الف بي جيم يبقى عندي هنا الف جيم تربيع هيساوي الف بي تربيع زائد بي جيم تربيع ولو عايز ضلع من اضلع القيمة يبقى طرح ادي واحدة اقليدس بيقول ايه نظرية اقليدس بيقولي لو عندي مسلس قائم الزاوية برضو كده وفي عمود مرسوم من رأس القائمة على الوطر عمود كده هنسميه بهدال بهدال عمودي على الف دال اذا خد بالك هم التلات اضلع المتلقين في نقطة به اسمهم ايه بهدال و بهدال و بهجيم انا بقول طريقة معينة عشان تقدر تحفظها صح اطلع من به بتلات مستقيمات به الف يبقى به الف تربيع هيساوي انت وقفت عند مين عنده الف قول بقى الف دي مرتين الف دال في الف جيم اهو الف دال في الف جيم طب بنفس الفكر لو طلت من به روحت عند دال يبقى به دال تربيع انا وقفت عند مين دال يلا قولي دال مرتين دال الف في دال جيم صح كده طيب من به هطلع جيم به جيم تربيع هيساوي ايه انا وقفت عند جيم ها يبقى جيم دال في جيم الف ادي كده نظرة اقليدس طبعا الكلام ده ان به الف بهجيم بتساوي الف جيم في بهدال بهجيم يعني ضعف مساحت المسلس ما هي دي هنقولها لسه ليه ايه اه النتيجة اللي بتاعت مساحت المسلس اللي انا بجيب منها ده ضعف مساحت المسلس اه ما achei ما noite عندي برضو ايه يضعف مساحت المسلس بتيجي عن طريق المساحة لو انا جيت قلت لك برضو في المسألة دي هتلي مساحت مسلس الف بهجيم مساحة مسلس الف بهجيم بتتساوي ايه واحد يقول لي نص بهجيم في الف به على اعتبار نص ايه القعدة Thomas واحد تاني يقول لي بتساوي نص القعدة الف جيم في الارتفاع بهدال نص الف جيم في بهدال طب مش هي نفس المساحة وبالتالي ده بيسوي ده ممكن اشيل النص مع النص بيهجيم في الف بي هيسوي الف جيم في بهدال لو انا خدت بالي بهجيم في الف بيهجيم في الف بيهجيم حاصل ضرب ضلعي القائمة يسوي الف جيم في بهدال ده ممكن اجيب منه بهدال بدون تربيع خد بالك بهدال هنا بتربيع هنا بهدال من غير تربيع بيسوي ايه حاصل ضرب ضلعي القائمة به الف في بهجيم على طول الوطر اللي هو ألف جيم ودي بنستخدمه كتير جدا وخاصة طبعا إيه في الاستاتيكا في الازدواج واللعزوم والكلام ده كله لما تحب تجيب البعد العمودي ويكون عندك بتسقط عمود على وطر زي كده حاصل ضرب ضلعي القائمة على طول الوطر دي كده خواص نظرية إقليدس نتكلمه عن المسلس بقى المتساوي الساقين نتكلم بقى عن المسلس طبعا هنا بالنسبة المسلس ده كمان معلش نقول حدة تانية في المسلس القائم الزاوية برضو في مسلس ألف به جيم القائم الزاوية في به أهو ألف به جيم قائم في به بهدال متوسط وليس عمود بهدال متوسط إذن بهدال هيسوي نص طول الوطر ألف جيم خلاص كده تاني في المسلس القائم الزاوية كل ده في الخواص فالمسلس القائم الزاوية مسلس القائم الزاوية الثلاثين ستين عشان ما نسيبش فيه حاجة مسلس قائم الزاوية تلاتين ستين كده يعني تلاتين ستين قائم الزاوية إحدى زاويتوه تلاتين والأخرى ستين درجة لو أنا سميته ألف به جيم إيه اللي بيحصل الضل المقابل للزاوية تلاتين طول الضل المقابل للزاوية تلاتين درجة يسوي نص طول الوطر يعني ايه بالرياضة بقى الضلم مقابل للزاوى 30 لو ألف به بيسوي نص طول الوطر لو ألف جيم يبقى أنت عندك ده كده طيب واحد يقولي تاني ما أنا ممكن أطلع النسب يا ده واحد ده تنين لو ده واحد ده تنين ألف به سوى نص ألف جيم نص ألف جيم ألف به سوى نص ألف جيم لو أنا قلت ده واحد وده تنين تقدر تجيب لي ده من فيه سورس لسا إلينا من شوية ربع الوطر وربع الضلع التاني واطرح أربع نص أحد كم ثلاثة أخذ جزرها يبقى ده جزر ثلاثة يبقى إذن ألف به إلى ألف جيم إلى به جيم واحد إلى اثنين إلى جزر ثلاثة دي كده خواص المسلس القائم الزاوية ولو رسمت فيه متوسط يبقى هيسوي ألف به هو كمان ماشي نتكلم بس على المسلس المسلس الساقين بسرعة في مسلس ألف به جيم المتساوي الساقين هرسم مسلس متساوي الساقين كده اللي بحاول أكتب بسرعة من ضغير شوقت في المسطرة والكلام ده ألف به سوي ألف جيم مسلس ده متساوي الساقين أول حاجة زاويتين القاعدة متساويتين قياس زاويت ب سوي قياس زاويت جيم أدي واحد لو رسمت عمود من رأس المسلس عمود ألف دال عمود يعلي به جيم إذن دال منتصف بس تنتج إن دال منتصف إيه به جيم والعكس إذا كان ألف دال متوسط يعني بيه جاي من رأس المسلس للمنتصف يبقى عمود إذا كان ألف دال متوسط إذن ألف دال عمود يعلي به جيم وطبعا بينشأ مسلسين متطابقين اللي هم ألف به دال وألف جيم دال وبنقول برضو إن آلف دال يسمى محور تماسل للمسلس أعزائي طالبة الصف الثالث الثانوي طبعا إحنا شوفنا مجموعة الحاجات الأساسية اللي بستخدمها في حل مساء الهندسة الفراغية وبعدين نضيفها على الجزء اللي قال أستاذ عاطف نشكره على المجهود اللي عمله النهاردة ونقول الحاجة مهمة جدا إن القطعة المستقيمة الوصلة بين منتصفية دلعين في المسلس بتوازد دلع التالت وسو نص خلي بالك قطعة مستقيمة وصلة بين منتصفية دلعين في المسلس يبقى بتوازد دلع التالت وبتساوي نص وخلي بالك القطعة المستقيمة دي اللي وصلة بين منتصفية دلعين بتقسم المسلس إلى مسلسين متشابهين خلي بالك يبقى هنا خلي بالك أما أقول مساحة المسلس مثلا ألف دال هي على مساحة المسلس ألف بهجيم بتساوي ربع واحد على أربعة لإنها أقسم هنا ألف دال على ألف بق الكل تربية اللي هي النسبة بين مساحتها السطحة مسلسلسل وشابين تساوي مربع النسبة بين أي ضلعين متناظرين في همة وبرضو مخلي بنا من حاجات مساحة أي شكل رباعي بتساوي نص حاصل ضرب القطرين في جيب الزاوية المحصورة بينهم مساحة متوازل أضلاع ممكن أجيب مساحة المتوازل أضلاع لعواليف تضلعين متجورين والزاوية بينهم بقول مساحة متوازل أضلاع بتساوي حاصل ضرب دلعين في جيب الزاو المحصورة بين الحاجات الأساسية دي كلها بتكون مهمة جدا في مسائل زي ما شوفنا في نظرية الثلاثة إن المستقيم العمودي على مستقيمين المتقطعين خلي بالك معايا من نقطة تقاطعهما يكون عموديا على مستويهم يعني أنا لو رسمت أي مستقيم آخر بيوازن مستقيم العمودي ده يبقى بالتالي بيكون عمودي على المستوى وهنا طبعا شوفنا ونشكر السيد عاطف على المجهود وإلى اللقاء في حلقات أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته